رئيس المزراء يتابع الموقف التنفيذي للمرحلة الاولى لمبادرة حياة كريمة وخطة المرحلة الثانية الاوقاف تواصل جهودها في نظافة وتعقيم المساجد على مستوى الجمهورية ووضع علامة التباعد استعدادا لعودة صلاة الجمعات غدا هيئة الدواء تعلن دعم تصدير الادوية وفقالية السماح المؤقت للتصنيع بغرضي التصدير فقط مجزو الأمواخ للأخبار من تلفزيون النهار أهلا بكم عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبول اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة واستعراض ملامح وخطة المرحلة الثانية من المبادرة فضلا عن مناقشة برنامج تنمية وتطوير القرى المصرية وذلك بحضور وزيراء التخطيط والتنمية المحلية ومسؤول الوزارتين وفي مستهل الاجتماع أثنى رئيس الوزراء على الجهود المبذولة لتنفيذ المرحلة الاولى من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم القرى الأكثر احتياجا حياة كريمة وصلت وزارة الأوقاف جهودها في نظافة وتعقيم المساجد على مستوى الجمهورية ووضع علامات التباعد استعدادا لعودة صلاة الجمعة غدا وتناشد الوزارة جميع المصلين تعاون مع الوزارة في تنفيذ خطتها حتى نستطيع معا أن نصل إلى الفتح الكامل نتيجة التزامهما الكامل بالإجراءات المحددة وتؤكد الوزارة أن من يتجاوزه قد يكون سببا في غلق المسجد الذي يتجاوز في شأنه كلياتا أمرت نيابة العامة بحبس المتهم أمير زايد أربعة أيام على دمة تحقيقاته في وقعة التعدي على فتاة بفندق فير مونتنال سيتي وذلك بعد أن ألقت الشرطة القبض عليها أمس حل محاولته الهرب خارج البلاد كباقي المتهمين لاتهمه في واقعة مماثلة للواقعة السلفة الذكرى هذا وقد اتخذت نيابة العامة إجراءات القائل قبض على سائر المتهمين من خلال الانتربول وجار استكمال التحقيقات اختتم المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم برنامج زياراته لمحافظات الصعيد بهدف دعم الاستثمار والمشروعات التنموية بلقاء اللواء عصام سعد محافظ السيطة وبحث الجانبان خلال اللقاء توحيد الجهود فيما بين الهيئة والمحافظة للإسراع بإجراءات تيسير على مستثمر المحافظة لبدء مشروعاتهم وتنفيذ خططهم التوسعية وفي السياق ذاته عقد المستشار محمد عبد الوهاب اجتماعا مع عدد من المستثمرين بديوان عام المحافظة وأوضح رئيس الهيئة أن الخطة خلال هذه المرحلة تشمل وحل كل التحديات التي تواجه المستثمرين في كل أنحاء مصر مؤكدا أنه سيتم البناء على هذه الزيارة للخروج بتوصيات جادة ومثمرة للنهوض بالاستثمار بالمحافظة والصعيد ككل أعلنت هيئة الدواء المصرية أنها قامت بتفعيل حزمة من الإجراءات التحفيزية متمثلة في النظام السماح المؤقت الخاص بالمستحضرات الدوائية والطبية والتي تهدف إلى دعم عمليات فتح أسواق جديدة لزيادة القيمة التصديرية للمنتجات الدوائية المصرية وزيادة حوافز تشجيع الاستثمار الدوائية كما أشارت الهيئة أنه تم تطبيق نظام التصنيع بغرض التصدير فقط وذلك للمستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية الغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية انتهى مجازون الإخباري لهذه الساعة من تلفزيون النهار دمتم بخير وإلى اللقاء